موسيقى إذا أنا أقدر أتطرق إلى هذا الموضوع مجتمعنا الشرقي هو مجتمع الرجولي يعني الرجل هو سيد البيت هو اللي يروح للشغل الصباح ويرجع هو يجيب الفلوس للعائلة هو يسدد الاحتياجات هو الأب اللي يجي نهاية اليوم الأولاد يخافون منه لكن بسبب هالظروف الرجال فقدوا كثير من المورد المالي أو أشغالهم فصار عندهم مثل التعب فالرجل ما بقى ياخد دوره في العائلة مثل مكان قبل فهون زعزعت العائلة كأنه يعني تهشكل تخربطت فالمرأة يعني قاموا ياخذون أدوار متعاكسة فتشوف أكو كثير مشاكل عائلية مشاكل انفصال مشاكل الأولاد ففعلا إحنا يعني محتاجين نصلي من أجل العائلة من أجل الرجل ياخذ مكانه الطبيعي في البيت والمرأة تاخذ مكانه الطبيعي والأولاد يكون أكو حضور للآب كرامة للآب هيبة للآب في العائلة والأم أيضا كزوجة تخضع وتطيع وتربي الأولاد هذا هو الوضع الطبيعي للعائلة فنحن من خلال الخدمات اللي نسوية نأكد على هذه النقطة مع الأخوات وأيضا يعني نتكلم من كلمة الرب ترجمة نانسي قنقر